تصل بنا رحلة السير في الغزو الفكري المعاصر نحو مرحلة جد خطيرة بل هي أخطر المراحل على الإطلاق إنها مرحلة التخفي ففي قصة الصراع بين المذاهب والأفكار وعندما يتاح للشر أن يطارد الحق وأن يتآمر أهله تقوى الحاجة للعمل السدري وخاصة في مراحل الكمون والإعداد وأصحاب الخلق الملتوي والعمل النهاز يجدون ضالتهم ويستدفون تحقيق مطامعهم بالانضواء تحت لواء العمل السري إن تجربة اليهود في هذا المضمار لهي جد تجربة رائدة فهي ذات الصوت المرفوع إذ إن الماسونية واحدة من أهم أعمالهم ضد الإنسانية الماسونية إذن درس هذه الحلقة وقبل أن نقف على هذا الدرس لابد أن نحدد ملامحه أول هذه العناصر التي سنسير فيها تعريف الماسونية وثانيها الوقوف على الفرق بين الصهيونية والماسونية كما أننا لا بد أن نقف على تاريخ الماسونية وكذلك المنظمات الصهيونية منها العلن والسر وكذلك شعارات ورموز الماسونية ولا بد أيضا أن نحدد طبقات الماسونية حتى تكون الصورة عنها واضحة وأخيرا لا بد أن نقف على موقف علماء المسلمين من تلك المنظمات المشبوهة أولا ما المقصود بالماسونية إن الماسونية يهودية صهيونية سرية تهدف إلى سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى نشر الإلحاد والفوضى في العالم بل إنها من أقدم المنظمات اليهودية التي بثها اليهود على الإطلاق أينما حلوا في أقطار الأرض لتكون مثوى اجتماعاتهم التي يتناقشون فيها ويتبادلون الرأي والمعلومات والسؤال الذي يطرح نفسه ما الفرق بين الصهيونية والماسونية؟ هل بينهما شقاق أم وفاق؟ الجواب أن الصهيونية يهودية في شكلها وأسلوبها ومضمونها وأشخاصها كما أنها تخدم أهداف اليهود العامة بطريق مباشر وأما الماسونية فهي يهودية مبطنة تظهر شعارات إنسانية عامة وقد ينتوي تحت لوائها غير اليهود وهي حركة علمانية إلحادية سرية ترجمة نانسي قنقر